ضربة معلم قام بها السفير السعودي وليد البخاري اليوم إذ بعد 24 ساعة على استقباله المرشح الرئاسي سليمان فراجي في دارته في اليارزي التقى المرشح الرئاسي ميشيل معوض عبر زيارته كتلة تجدد في سن الفيل هكذا قرن وليد البخاري القول بالفعل وأثبت أن المملكة لا تدخل في لعبة الأسماء والترشيحات وأنها على مسافة واحدة من جميع المرشحين بالتالي فإن لا صح لكل ما حاول أن يروجه البعض من أن ترويئة فرنجية عند البخاري تعني أن المملكة اتخذت خيارها وأنها تحبذ أن يكون فرنجية رئيسا للجمهورية مقابل الحركة الدبلوماسية السعودية لافت لا تحركات مثمرة على صعيد الداخلي فحركة المعارضة للالتقاء حول مرشح مع تيار الوطني الحر لم تصل إلى نتيجة حتى الآن علما أن الأسماء المطروحة لتشكل نقطة التقاء هي ثلاثة زياد بارود، صلاح حنين، وجهد أزعور وبين الثلاثة أزعور هو المتقدم مبدئيا بعدما أبدت المعارضة موفقتها على اسمه لكن لا شيء نهائيا حتى الساعة بانتظار أن يقول جبران باسيل كلمته في هذا الشأن لكن باسيل يؤجل قول كلمته لأنه ينتظر موقف حزب الله فرئيس التيار الوطني الحر يعرف تماما حدوده مع الحزب إنه يملك حق الفيتو على سليمين فرنشيه لكنه لا يستطيع أن يختار رئيس الجمهورية المقبل رغما عن إرادة حزب الله ولسيما في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة بالنسبة إلى الحزب وفي انتظار أن يقول حزب الله كلمته لنسمع صداها عند باسيل الحصم الرئاسي مؤجل فيما ملف النزوح السوري يتفاعل وجديده إعلان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن معالجة ملف النازحين يجب أن تكون عبر وفد وزاري أمني لبناني يزور دمشق وأن حكومة ميقاطي مطالبة بإعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان وسوريا علما أن نصر الله يعرف تماما أن العودة ليست قرارا لبنانيا بل هي قرار على مستوى النظام في سوريا وقرار أممي وخصوصا أوروبي فالنظام السوري لن يعيد النازحين إلا بعد أن يحصل على الثمن المناسب كما أن الدول الأوروبية تفضل حصر مشكلة النازحين في لبنان بدلا من تمددها إليها فهل العلاقات الطبيعية بين لبنان وسوريا يمكن أن تحل هاتين الإشكاليتين؟ ترجمة نانسي قنقر